قرر البنك المركزي المصري اليوم تحرير قيمة سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية بالكامل وفقا لأليات العرض والطلب وتخفيض قيمة جنيه المصري ورفع سعر عائد الإداع وفائدة الإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس وقال البنك المركزي في بيان صحفي أن قراره جاء لإعطاء مرونة للبنوك لتصغير النقد الأجنبي بهدف إعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي وتحقيق الاستقرار النقدي مستهدفا مستويات أدنى من التضخم وانعكس قرار البنك المركزي على أداء الأسهم حيث ارتفع المؤشر المصري عند أعلى مستوى في 19 شهرا بعد تحرير السعر صرف الجنيه صندوق النقد الدولي اعتبر قرار مصر خطوة تعزيز قدراتها التنفسية وتساعد في جذب الاستثمار الأجنبي وبالتالي تعزيز النمو وخلق فرص عمل